اهلا بكم رجل طيب اردوغان سيزور بغداد ليبيع الماء للعراقيين فالرئيس التركي لا يمكن ان يفرغ السدود التركية او يتوقف عن بناء سدود جديدة من اجل اهوار العراق ومن اجل جفاف نهري دجلة والفرات فايران عملت قبل تركيا على ذلك بتحويل مجرى الانهار التي تنبع من اراضيها بحيث لم تعد تصب في نهر دجلة كما كان يحدث في الماضي وكل الانهار العراقية الصغيرة التي كانت تتغذى على المياه القادمة من ايران اصبحت اليوم مجرد ذكرى حاد شاع السوداني لن يغامر في تعكير مزاج ضيفه بحوار عبثي وهو يعرف مسبقا ان دولته لا تمتلك القدرة على فرض شروطها على الطرف الاخر بالوقت الحالي الى جانبي ان اردوغان سيفرض شروطه وقد يطلب النفط مقابل الماء الى جانب دفع بغداد للغرامات التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية مستغلا بذلك اندفاع الحكومة العراقية لتجنب النقمة الشعبية وخاصة ان التيار الصدري لا يزال خارج المعادلة السياسية فحكومة السوداني امام اصعب اختبار لفك عقدة ملفي المياه وتصدير نفط اقليم كردستان بالمقابل منح الرئيس التركي تعهدات بانهاء قضية العماليين الصداع المستمر برأس انقرة